ويوم أشد عليها من هول القيامة لذا فهي تتدثر براية الجمهورية كرهاً ورهباً من السادس والعشرين من سبتمبر لكن وقد انتبذت ماليشيا الحوثي يوماً آخر بمسمى ثورة لتمرره عنوة على شهر سبتمبر كبديل عن الثورة الجمهورية فقد كشفت عن تقية موقفها الصريح من الثورة والجمهورية كعدو أول لهما ما يربع على سبع سنوات من مغامرة الحوثيين المكلفة مادياً وجهود متعوب عليها في سبيل محو الثورة الجمهورية السبتمبرية من أذهان اليمنيين جذرياً يأتي العيد الوطني الستون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ليقف سحر الماليشيات وما يأفكون وليثبت أن ثورة سبتمبر مشروع متحرك في أبدية الزمن ومتأصل في وجدان هذا الشعب العريق وفكره وشعوره لقد وضعت هذه المغامرة ماليشيات الحوثي موضع الإنعزال والهزال ككيان منفصل ومنبوذ اجتماعياً وشعبياً لا يزيده الاستقواء المسلح والإرهاب المنظم ضد اليمنيين سوى المزيد من الإظمحلال والضآلة والخسران المبين ورغم إدراك اليمنيين في صنعا ومناطق سيطرة ماليشيا الإمامة الرجعية لخطورة اللحظة التي تستحكم بها أياد العدو الأول لأيلول الجمهورية المجيد إلا أنهم احتفلوا بالعيد الوطني الستين كما لم يحتفلوا من قبل هذه رسالة السادس والعشرين من سبتمبر التي تؤكد ثورية الروح اليمنية وجمهوريته التي لا تتوهج وتتقد أكثر إلا في ظل وجود مهدد رئيسي لهويتهم السبتمبرية الجمهورية وما من مهدد أخطر من ماليشيات الردة الإمامية الحوثية على الجمهورية اليمنية ومهما انتهجت الماليشيات من تدابير عنيفة لإفشال بهجة الجمهوريين المحتفلين في الساحة العامة بمناطق سيطرتها فهي أضعف من أن تفعل وليس عليها في مثل هذا اليوم الوطني سوى أن تنزوي إلى جحورها تشتر غصيص الخيبة ومرارات اللحظة الحاسمة إن احتفالات الجماهير اليمنية داخل اليمن بمناطق الشرعية وخارجه في كل أسقاع الأرض قد لا تعني لماليشيات الحوثي أكثر من ما يعني احتفال مواطن يمني واحد في مناطق سطوها المسلحة إن احتفالات الجماهير اليمنية داخل اليمن بمناطق الشرعية وخارجه في كل أسقاع الأرض قد لا تعني لماليشيات الحوثي أكثر من ما يعني احتفال مواطن يمني واحد في مناطق سطوتها المسلحة حيث تتوقد مشاعر الثورة الجمهورية السبتمبرية على مقربة من أعدائها الحوثيين وتلفح وجوههم النار